عواقب أمريكية تلوح في الأفق الإسرائيلي في حال أقدمت تل أبيب على شن هجوم على رفحة نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس لم تستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل في حال مضت الأخيرة في خطتها بشأن تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في رفحة قائلة إنها درست كل الخرائط المحتملة ولا يوجد أي مكان يذهب إليه الغزيون النازحون لقد أوضحنا في محادثات عديدة وبشط الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأا فادحا نحن ننظر إلى حوالي مليون ونصف المليون شخص يتواجدون في رفح لأنه طلب منهم الذهاب إلى هناك لا أستبعد أن يترتب على الاقتحام الإسرائيلي لرفح عواقب أمريكية إن حدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان قد حذر من جهته من أن أي عملية عسكرية في رفحة قد تعرض إسرائيل لعزلة دولية وضرر أمني طويل الأمد أضف إلى ذلك كل التحذيرات الغربية والأوروبية لكن إسرائيل تتمسك بعملياتها وتعلن صراحة أنها تنوي شن هجوما على رفحة فلماذا هذا الإصرار الإسرائيلي؟ أكثر من سبب يدفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إلى المضي في قراره السبب الرئيس والمعلن هو القضاء على ما تصفه إسرائيل بآخر معاقل حماس إذ تعتبر تل أبيب أن قيادي حماس يختبئون هناك وما إذا تحقق هذا الهدف ونجح نتنياهو بالقضاء عليهم يكون بذلك قد حقق الهدف الأول المعلن من هذه الحرب السبب الثاني هو منع تهريب وتضفق الأسلحة ومواد التسليح عبر الشريط الحدودي مع مصر ثالثا تأكد حكومة نتنياهو أن أمن إسرائيل فوق كل اعتبار وإن تطلب مواجهة واشنطن والتصادم مع الإدارة الأمريكية الأسباب التي تدفع بإسرائيل إلى شن العملية تقودنا إلى علامة استفهام أخرى في حال كان قرار تل أبيب نهائيا وصارما ما الذي يؤخرها؟ تضم رفح ما يزيد على مليون واربعمائة ألف فلسطينية وأي عملية عسكرية هناك ستؤدي إلى قتل مزيد من المدنيين؟ لا شك نظرا للكثافة البشرية هناك ما سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل؟ أما السبب الثاني الذي يؤخر تنفيذ العملية هو إمكانية الوصول إلى حل تدفع واشنطن باتجاهه لبل تصر عليه قد يتمثل في قيام إسرائيل بعمليات دقيقة في غزة أشبه بعمليات مكافحة الإرهاب مع تأمين مقرات آمنة للمدنيين علما أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه لن يكون هناك خيار سوى دخول رفح والسؤال هو هل ستفعل إسرائيل ذلك قبل صفقة التهدئة وتبادل المحتجين أنت مات أم بعدها؟